انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أسطام سباعي عضو اللجنة الإشرافية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي دكتور صباح الخير يا أهلا وسهلا صباح النور يا أهلا وسهلا سيد تواجد معكم أول شيء نبغاك تعرف لنا الأرتثون هذه المسابقة طبعا يعني سأعطيكم باقي خلفية عن الأرتثون قد استفيد دقيقة واحدة أشرح بعض المعلومات الأساسية وطبعا الأرتثون فكرته هو الجمع بين الفن والذكاء الاصطناعي الفن كما هو معروف يعني يرجع تاريخها لألاف السنين تقريبا حتى قبل العصر الحجري يعني أسلافنا من البشر استخدموا النحط على الحجارة للرسم كطريقة للتعبير عن هوية مجتمعاتهم أو يعني نقلوا كتابة رسائل معينة طور الفن مع مرور الزمن وأصبح يعني شكل هنقول من أشكال الوعي الاجتماعي للتعبير عن أفكار الفنان الإبداعية لكن ما يميز الفن ومجتمع الفنانيين حقيقة هو الحرية الكاملة على الإبداع يعني هو الفن فطرة وهواية أكثر منه يعني عمل مهني أو شهادة احترافية تعطى من جامعة وأكاديمية يعني النقيض من ذلك ذكال الاصطناعي هو علم حديث يعني يتظهر في منتصف القرن الماضي من رحم الأبحاث العلمية وتطور بشكل سريع مع النهضة التقنية وأصبح حاليا يعني يعتبر من أحد أهم التخصصات التقنية في الوقت الحالي ويتوقع منه المساهمة بشكل كبير في تغيير كافة نوع حاليا وفيه ثلاثة استخدامات أساسية للذكال الاصطناعي أولها أن الذكال الاصطناعي يساعد متخذي القرار في الحكومات على اتخاذ القرار السليم متعلق مثلا بسياسات اقتصادية واجتماعية من خلال تحدي البينات واستخدام ذكال الاصطناعي لفهم هذه الأنماط الموجودة في البينات استخدام الثاني الممكن استخدام رئيسي اللي هو استخدام الذكال الاصطناعي في الأعمال والشركات والمصانع للمساعدة في أتمتة كثير من الأعمال اللي تقوم بها هذه المصانع بشكل دقيق وكثير من الأحيان يفوق صرعة الإنسان استخدام الثالث اللي هو أن الذكال الاصطناعي يساعد في تحسين جودة الحياة للمواطنة العادية يعني مثال شهير يعني دائما يتم استخدامه لتوضيح ذلك كله مثلا استخدامات الذكال الاصطناعي في تطبيقات مثلا مشابهة لجوجل مابز وتطبيقات مشابهة لتساعد على تحديد أسرع طريق لتجنب الزحام مثلا من انتقال المكان لمكان آخر من خلال استخدام الذكال الاصطناعي في الأرتاثون اللي تنظم الهيئة السعودية للمينات وذكال الاصطناعي مع شركة وزارة الثقافة والاتحاد السعودي الأمن السبراني والبرمج والدرونز كأحد مسارات القمة العالمية لذكال الاصطناعي كما ذكرتم واللي هي أصلا برعاية صندوق الاستثمارات العامة ومنافسة بين فرق لبناء لوحات فنية باستخدام الذكال الاصطناعي كل فريق مكون من فنان وخبير ذكال الاصطناعي بحيث يكون فيه أفكار إبداعية من كل فنان لكن بدل ما يرسمها بريشته يتم تدريب الآلة اللي يطورها الخبير المشارك معه في ذكال الاصطناعي ليتم رسمها نيابة عنه جميل ما تحتم هذه المسابقة؟ وطبعا المسابقة ستم إطلاقها إن شاء الله اليوم وستستمر لمدة يومين وبعد الانتهاء الأولي من المسابقة يتم فيه معسكر تدريبي للفرق المرشحة اللي استطاعت أنها تخرج بأفضل الأعمال بيكون هناك معسكر تدريبي تقريبا مدة شهرين وفي نهاية الشهرين ينتهي الأرتاثون باختيار أعمال فنية ستعرض في القمة العالمية لذكال الاصطناعي في معرض مخصص هناك إن شاء الله جيد مع هذا النشاط دكتور بالنسبة للذكال الاصطناعي واليوم نرى هذه المبادرة بالدمج بالفن ويشاركة في القمة العالمية وشفنا نشاط كبير أيضا فيما يتعلق بالعلوم المعلوماتية بالنسبة للمملكة العربية السعودية دكتور كيف يمكن أن ننظر للمستقبل بناء على هذا النشاط الحديث عن الذكال الاصطناعي داخل المملكة العربية السعودية تحدث عن البيئة تحدث عن الفعاليات التي تنظم مثل هذا ونتحدث أيضا عن الصناعة في القادم نبغى كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذا الحوار عن هذه المسابقة بالتأكيد نقطة ممتازة وطبعا الذكال الصناعي السلام كالله الآن هو يعني محور الثورة الصناعية الرابعة نحن مرينا الإنسان مر على ثلاث مراحل صناعية يمكن بدأت قبل مئتين سنة وتدرجت إلى أن وصلنا إلى المرحلة التي نحن فيها الآن التقنية أصبحت هي الأساس الذي يعتمد عليه الاقتصاديات الدول المختلفة بدل الاستخدام الاعتيادي للمصانع وبدل الاستخدام الاعتيادي للتقنية فقط لتقديم خدمات أساسية للمستفيدين من هذه التقنية الآن أصبح الذكال الصناعي يستطيع أن يتوقع يستطيع أن يساعد في تقليل التكاليف على مختلف الأعمال والشركات المملكة الآن تمر بمرحلة انتقالية على مستوى الاقتصاد والمستوى أيضا المجتمع لدينا رؤية طموحة رؤية 20-30 لتحقيق هذه الرؤية هناك مبادرات كثيرة اتخذتها المملكة وأحد هذه المبادرات إن شاء الله هي السعودية لبيانات ذكال الصناعي وهناك إن شاء الله مشاريع سوف تعلن في المستقبل القريب إن شاء الله ستكون واجهة أو فرصة بإذن الله لتحقيق ما نطمح يعطيك العافية دكتور سطاب السبع يعوض واللجنة الإشرافية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي